بسم الله الرحمن الرحيم واسعد الله مساءكم بكل خير زي ما شفتوا حبايب الأيام الماضية كان عندنا ترطيات رائعة عن أثار الطايف وعن تاريخها سواء كانت البرك أو حتى السدودة التاريخية اللي قدرنا نوثق لكم هي لكن الطايف زاخرة ومليئة بالأثار اللي لسه حنما وصلنا لها لكن العمهدي من خلال تاريخه وعمله في مجال السياحة والآثار أو الآثار تحديدا يا عمهدي صحيح والآثار والسياحة والسياحة برضو فكان لك صولات وجولات ولك أشياء كثيرة انت قدرحت وشفتها كاشتهاد شخصي يمكن ما حالفنا الحظ ولا الوقت اللي حنا نروح لها فغير الحاجات اللي حنا وثقناها ايش الأشياء او ايش الأماكن اللي لسه احنا ما رحناها والله توجد سدود بأدد كبير يعني ماهي قليلة ومتناثرة في أنحاء متفرقة من مدينة الطايف طبعا أكثرها خارج المدينة أذكر منها في شد اسمه شد داما هذا يقع بين بالحالث وغني مالك طريق الجنوب طريق الجنوب وشد كبير وقامت الحكومة المسؤولة عن السدود ببناء سد آقل مجاور له وباقي السد مخابر أنا باقي ما زال هو موجود في عندنا سد ثلبة سد ثلبة هذا في طريق الهدى بعد ما تتأدى اللهم صلي على سيدنا محمد المحطة هذه اول محطة تجي استراحات وملاهي ملاهي أنت رايح على الهدى الحمراء أعتقد أيها الملاهي أولا على الطريق أولا على الطريق تنحدر على أسفل في قط انشقر من السفلت نفسه وينزل على الأسفل هذا ينزل على السد برضو سد من السدود القديمة الجيدة هذا سد ثلبة اسمه ثلبة سد ثلبة بعدين عندنا في سد السدود اللي ما صورناها في سد الأحامر وفي سد رادي شعب الما شعب الما شعب الما هذه موجودة عند الأحواش اللي زرناها وما اهتدينا عليها الشقرة اسمه الشقرة الشقرة سد الشقرة وفيه آثار مساكن ومقابر عليها كتابات اللي ننصف حقتها عليها كتابات ورسوم ودعاء بالنسبة للموتى احنا ما ذكرنا السدود طبعا اللي هي مذكورة عندهم زي سد السمن لقي زي سيسد هذه طبعا مكتوب أنها تاريخ مصورة أنا حبينا ناخذ السدود اللي هي ما حد كتب عنها ولا أحد وصلها هذه اللي نحتاجها احنا على أساس نبرزها نظهرها للمشاهدين نظهرها للسياح على أساس الاستفادة منها وقدر الإمكان هناك بعض السدود وقد ذكرناها إنها بحالة جيدة يعني كان المفروض إنه وزارة الجراءة تساهم وتشيل الطميع عن مبنى السد ويمكن يستعمله لأنه بحالة جيدة ممكن يتأبمه ويقعد الفترة طويلة الموقع صحيح في شد السداد في قرية السداد عند النفعة برضو يعني هو مسمى لازم نذكره يعني حتى لو هو مثلا متهدم جزء منه أو كذا للذكر بس وهذا ممكن أحد ذكر قبله يحصل المعلومة هذه يمكن تفيده أو أحنا نستفيد منها في برك ما هي بعيدة عن بركة الخرابة اللي رحناها وصورناها وقدنا تقرير عنها بعد في بركة المسلح وأنا قد ذكرتها نعم في بركة الغزلانية في نفس الجهات برضو في نفس الجهات بعد المسلح وبعد الخرابة المسلح وبعدها الغزلانية كلها هذه على طريق واحد لكن بعضها يعني ما هي واقعة على مسيل وادي العقيق على سفح جبل مرتفعات وكل الموية اللي تنزل من الأمطار تتعبى في نفس خاصة بركة المسلح وباقي لسه عندنا القلاعة والحصون وهي برضو في عدد لا بأسة به موجود في الطايف من القلاعة والحصون صحيح هيو هيو أنا أذكر أنا أذكر القلاعة والحصون أنا ما أذكر لك اللي داخل الطايف اللي داخل الطايف هذه معروفة وكل نكتب عنها يمكن أنا أذكر بالنسبة للبعيدة في قلعة اسمها قلعة عبش هذه قريبة من مقلعة طمية حفر كشب في حفر كشب في حصن بلاد عدوان وقد ذكرت لك هو هذا اللي بناءه عبارة الصليب كده وبناء جيد يعني ممتاز وما زال موجود وما زال وهم محتفظين فيه أهل القرية تحت أسفل فيه بركة من عادة دولة العثمانية ومجراء دبل للماء اللي يجي من جهة الجبرة يصب فيها ويستعملوها الناس اللي إلى اللوقت قريب حتى هي مبنية من الحجر والجس يعني بناءها جيد فأشياء كثيرة يبغى لها على قول ذاك رواق ويبغى لها واحد يجمع لا بس يعني والله يعني المجهود اللي صار خلال أيام الماضي يعني بفضل الله ثم بفضلك يعتبر هذا من مجهوداتك ومن ترايطيك العافر وتعليقاتك ولا ننسى كمان الشيخ سليمان خلق الثمالي هو اللي اشتعد بسيارته وراحين جايين ومرة نقول له أطلع ومرة أنزل لا تسري ايه والله ابو خلف الله جزاك خير والله الله جزاك خير سيارتك اللي ودتنا كل الأباكل هذي يا الله الحمد لله يا الله عد الله تولى التعليق طيب انت ايش بتقول يعني في ختام هذه التغطيات ايش اللي توصي فيه الآن انت موجود وبصحة وعافية وتعرف للأجيال القادمة حتى نحن ربما ونكون موجودين خلال تلك الفترة لكن الطايف تستحق أنه يكون فيه توصية منك تبتوصي المسؤولين على هذه الآثار على هذه الأشيال اللي موجودة في الطايف اللي في الأخير تبقى للأجيال هو تاريخ أكيد والله أنا الحمد لله يعني صحتي لا بأس بها الحمد لله الله يديب الصحة ونعرف لكن تحتاج إلى مساعدة نعم من الجهات المختصة أنا على أتم الشعدات حتى اللي يبغى أفكار اللي يبغى أراء اللي يحتاج معلومات صحيح عندي كل حاجة موجودة الحمد لله بما أني أنا أول مسؤول عن الآثار عندي خلفية كاملة ومن قبل الآثار كنت أروح على الصيد والمقناص ودور الشعاب والجبال جمعت معلومات من هنا وجمعت معلومات من هنا فأي إنسان يحتاج إلى معلومة أو يحتاج إلى أشياء أنا مستعد أعطي أي معلومة يحتاجها أعطي هي وأشور عليهم إن شاء الله يكون شوري ملائم بإذن الله إن شاء الله ولا يحرمنا ولا أنسى كمان شكري لكم أنت يا أستاذ عبد الله والأستاذ سليمان ومساهمتكم معنا والتعليقات الجميلة والكلام الحلو اللي يطرب الله يحلي يعني أنت حتى استجذبت الناس حتى اللي ما يبغى يشوف يسمع حبيب يا الله يسيدك ويسلمك لا ولسه إن شاء الله مكملين بإذن الله يعني ما نشوف نحاول قدر الإمكان الأيام الجاية نستهدف بش نطلب من المسؤولين نساهمتهم معنا يعني على أقل يرسلون أنا سيارة بسواقة صحيح نركب في السيارة معها وننجه تعال من هنا نروح من هنا والعدة التقاليل اللي نقدر عليها لكن كسرنا سيارة الغسل إيمان ولا لا ما تشوف الله حجاء خاصة لما نروحنا للبريك هنا طاعة 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 وأنا أبو بلشواش لا تعطلنا السيارة والدرب ما كان سالك خصوصا نحن نمشي في جلد يعني الأماكن هذه للواحد ما يستدلها صعب أن يوصلها حتى بالخريطة صح أنا بش ترى هذه بش حق ذاكرة عندي ومفتكر أنا كيف أدخل لها يعني الاتجاه يعني مية مية بش الموقع اختلف علي في شارة قرى وشارة هجر صحيح صحيح ومكان تغير طبعا وشارة خطوط كثيرة من أول ما في خلط واحدة سيارة ما في خطوط كثيرة تندر من المفرق لن توصل عند البركة البركة الله يزافر وودي والله العظيم أني أنا ودي بزيارة إن شاء الله إن كان رحنا للبرك لازم أبحث عن مصنع البلوك الأحمر لأنه صاحبنا هذا كانت تكلم شوية كلام يعني غير لايق أي إنه ما في مصنع أنا واقف عليه وشفت مخلفات المصنع قبل ما يبنى قبل ما تبنى البركة الجديدة هذه المجاورة أي بعدين الإنسان استخدم عقله قبل ما يتكلم صحيح أنت شوف نوع البلوكة الأحمر اللي موجود في البريكة شوف حجمه اللي في البريكة شوف حجم البلوكة كيف حجم البلوكة قد اللبن معروف البناء باللبن اللبن أقل شي تجي يمكن سبعين ثمانين سنتي في ثلاثين سنتي صحيح هذه اللي موجودة الآن كلها بلوكة صغار على قد الناس اللي يشتغلون فيها وعندين شوفت أنت بغيت تقلعها ما قدرت ما قدرت أبدا والله قوية بشكل ولونها كيف يعني حتى اللون الأحمر بدأ يعني بدأ يتلاشى يعني الواحد لو يخبطها كذا بشاكوش وإلا بحجة ذا يكسر منها عشان يشوف إيش داخلها الواحد ما يصدق إنه هذا من عهد هارون الرشيد وصامدة إليه دلوقت هذا شغل بأمانة هذا شغل الأمانة بعدين المنطقة هذي إيش اللي يقوي البلوكة الأحمر يقوي إذا كان ما هو طين كله إذا يقوي إذا كان في حجار صغار معاه يخلطوه بالحجار الصغار ما ينحرق خلاص ومعادي ينفقق هم للمسلح صحيح فإن شاء الله ربنا يجمع إن شاء الله على خير بإذن أن نحاول قدر أن يكون ومع علاقة الشي اللي نقدر عليه وبرضي أكرر أنه أطلب من المسؤولين المساهمة ما نبغى منهم شي ما نبغى لا مكافآت ولا فلوس ولا شيء نبغى يأمنوا لنا بس حق الرحلة سيارة ومحتي احتياجاتنا بس ومن حيث ما انتهى العم مهدي بعيدا عن الصيت والمال والشهرة نعمل بشغف وحب حتى يكون لنا دور في إبراز مدينة يكفينا فخرا أن نكون أبنائها نعرف تماما موقعها ومكانتها العالمية ومكانتها في نفوس العرب وبالتالي مدركين ماذا تعني هذه البقعة الفريدة والثرية بتاريخها للسعوديين قيادة وشعبا الطائف طوال تاريخها مميزة كأرض ومجتمع وأسماء كان لها دور في كتابة التاريخ ودائما كانت في الواجهة يكفي ذكرها في القرآن الكريم في آية إحدى القريتين واللي شفتوه من مجهودات خلال الفيديوهات السابقة منطلقين من واجبنا تجاه بلدنا ومدينتنا بالرغم من بعض الصعوبات والمعوقات اللي أكيد هتفرق معانا إيجابيا بتدخل المسؤولين وأصحاب القرار بتوفير الإمكانات ترقبوا تغضياتنا القادمة دمتم بخير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر